الآن موسيقى بسم الأب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة على الهواء النهاردة بنعمة ربنا عايز أتكلم معاكم في موضوع اسمه إحذر الفخ إحذر الفخ إنتوا عارفين ربنا يسوع المسيح قال آية جميلة قوي قال احترزوا لأنفسكم لأن إبليس عدوكم يجول مثل أسد زائر يلتمس من يبتلعه فعشان كده إحنا عايزين نتعلم كده إزاي نحذر الفخ اللي بيتنصب لينا والحقيقة إحنا فرد علينا الحرب يعني إيه فرد علينا الحرب يعني إحنا كأولاد لربنا نور للعالم ملح للأرض الشيطان يعني مش بيهدى خالص علينا علينا بمستوى جماعي ككنيسة وعلى كل واحد فينا كفرد كعضو جوه الكنيسة يحمل اسم المسيح ويحمل سمات المسيح فإحنا كلنا متعرضين للحرب على طول يعني عارفين الأسد الزائر المسيحي يعني اللي يقول لنا عليه هو زائر يعني عمال يجري عمال يفترس أي حد قدام وبرضو يقول لنا لأن محاربتكم ليس مع دم ولحم كده إنما مع أجناد الشر الروحي في أجناد شر اللي هو الشيطان وإبليس عمالين يحيموا حوالينا كلنا واحد واحد فينا كبار وصغر رجال وستات شيوخ وأطفال عشان عمالين ينسبوا لنا الفخخ لأن الشيطان كان البابا شنودا يعلمنا كده يقول حسب زي قصة البستان فتال حبال يعني إيه فتال حبال يعني يبتدي معك بحاجة بسيطة حاجة بسيطة حاجة بسيطة لغاية ما تلاقيها في يوم إيه بقت فخ كبير أو قيد كبير مقيد بي احذر الفخ فأول حاجة عايزين نتعلمه إحنا في حالة حرب دائمة لازم تكون فاهم إن الشيطان لو أنت فرحان عايز ينكد عليك لو أنت في سلام عايز يفقدك سلامك لو أنت تحيا في طهارة عايز يكسر طهارتك لو أنت في سلام مع بيتك عايز يكسر السلام اللي مع بيتك لو أنت نجح في شغلك عايز يخلي نجاحك دائمة يخليك يكبرك يخليك يعني تبقى متكبر يأما يخدعك فيبوزهلك أيا كان إنما الشيطان عامل علينا حرب دائمة والحقيقة يعني قبل ما نخرج بالنقطة دي هقولك حاجة مش من عادل ربنا أبدا إن هو يسيبك أنت في موجهد الشيطان لوحدك يعني لو أنا بقولك إن الشيطان بيحربك على طول ألحق نفسي يقولك بس برضو معونة ربنا ونعمته موجودة على طول لأن إحنا عارفين إلهنا إله رقوف ورحيم وعادل فمن رحمته ومن عادله إنه بيدي لك القوة أنت كمان أنت تحارب فزي ما حرب الشيطان موجودة كدهوت باستدامة كذلك عمل النعمة في حياتنا والقوة الإلهية والمعونة الإلهية موجودة على طول رصيد عمره ما بيخلص وكل اللي يروح نحيته ويحفظ نفسه بعايش في دايرة النعمة دي على طول يبقى جاهز للحرب وعلى طول يبقى عنده اليقظة الدائمة اللي تواجه الحرب الدائمة فلو في حرب دائمة الشيطان حاطتنا فيها على طول الناحية التانية فيها نلاقي قوة ونعمة عظيمة جدا برضو المسيح حاطتنا فيها شطرتنا تعمل إيه بقى ما بين الاتنين لأن لو إحنا وقفنا قدام ربنا قلنا له يا رب ما أنت كنت سايبنا للشيطان هيقولك لا أنا ما كنت سايبك للشيطان ولو كان ربنا سايبنا للشيطان يبقى هم شوى دا إلهنا الرؤوف الرحوم العادل اللي بينجي وبيقوي وبيسبت فإذا زي ما إحنا في حرب دائمة إحنا برضو عندنا معونة دائمة وعندنا نعمة إلهية وقوة إلهية ويمكن أكبر دليل على ذلك لما بنصلي في صلاط الشكر دايما في صلاط الشكر دي صلاط الشكر دي اللي بنبتدي بها كل صلوات الكنيسة وكل الصلوات الفردية أي اللي ترجي عندنا في الكنيسة تلاقي أولها صلاة الشكر رفع بخور رفع بخور باكر رفع بخور عشية الجناز الإكليل كله الخطوبة المسحة المرضى أداس الأداس كله على طول يبتدي بإيه بصلاة الشكر ففيها كده هوت يعني صلة جميلة أول لأنك أعطيتنا السلطان الندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو فمهم قوي أنك وأنا بقولك احذر الفخ ما تبقاش فاهم أن أنت لوحدك تبقاش فاهم أن أنت بتحارب الشيطان بقوتك أنت لوحدك لا ده إحنا لو إحنا حاربنا الشيطان بقوتنا ده الشيطان اللي بيحاربنا ده اللي بيحاربنا أيام آدم عنده خبرة وعنده إمكانيات وعنده لأنه كان ملاك وسقط لكن إحنا معانا قوة المسيح الصليب معانا قوة المسيح وانتصره فزي ما بقولك أنت في حالة حرب دائمة أقولك خلي بالك أنت معاك أسلحة دائمة مع قوة إلهية رهيبة لا يستهم به تدي كل قدرة للنصرة والغلب صحيح إحنا في حرب دائمة بس معانا قوة إلهية دائمة وشطرتك أنك تكون دائمة في دائرة النعمة الفخاخ أنواع الفخاخ أنواع فخاخ إبليس أنواع فيه فخ على مستوى الفكر يعني نملك حرب فكر يقعك يبتدي لك بفكرة كده سنة بسنة بسنة تلاقي وقع نفسك في فكرة خطيئة في فكرة إدانة ومش عارف تخرج منها وفيه تانية فخاخ تانية على مستوى الجسد والتهارة والحسيس بتاعتنا ومشاعرك وشهوتنا وغرائزنا دفخ كبير تاني حرب كده على مستوى الفكر وحرب على مستوى الجسد وحيان أخرى في خاخ روحية يعني إيه في خاخ روحية واحد بيصلي كده بصورة جميلة الشيطان يقول له يا سلام عليك وعلى صلاتك يا سلام ده أنت بقيت قديس ده أنت بقيت عندك فضائل ده أنت ده أنت ده أنت عمرك ما بتغلط أبدا فيعيني روحه تتقبر تبقى وقع في فخ روحي عظيم ويبقى فاكر في نفسه أنه هو بقى وأنه هو ويفقد طبعا اتضاعه إلى آخره فخ على مستوى الأفكار فخ على مستوى خطايا الجسد وشهوات الجسد وأيضا برضو إيه فخاخ على مستوى الروح كمان فيه فخاخ على مستوى النفسي اللي هي بقى فكرة تدروح مدخلك في إحباط أو في يأس أو في فقدان رجاء أو بشعور بالاتهاد كل دي مشاكل يعني بتبتدي معانا بفكرة إنما بتقلب معانا بضيق نفسي عشان كده الكنيسة كتير نتلاقي فيها في صلواتها أمراض نفسنا واخدين بالكم وأكسادنا وأرواحنا كل ده لي مرض وكل ده لي فخ وكل ده يمكن يبتدي بفكرة أو ممكن تبتدي ببصة أو تبتدي مش مهم البداية تفرق البداية زي ما هنتكلم المهم إنه هو بيوصل لك يعمل لك كده فخ في الفكرة فكرة عادي الخطيئة عادي معنا نادي بالخطيئة النهاردة نروح نقول للناس ومال وكل الناس بتعمل كده وإلى آخره وبعدين فخ على مستوى الجسد والغريزة والشهوات الجسدية ودي بقت صعبة قوي 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 ملهاش سن ملهاش جنس ملهاش أشكل أنه يبدون دي الحرب الأعظم في أيامنا هذه أيضا فخاخ على مستوى الروح ومستوى الفضائل الروحية الشيطان يعني يعرفين كلنا قصص كتيرة في البستان قدسين كبار الشيطان عرف يؤقحهم فكر الكبرياء وفكر التمرد أو التزمر وأخيرا فكر على مستوى المشاعر النفسية والحالات النفسية من جهة الضيق من جهة الإحباط من جهة اليأس كل هذه الكلام في خاخ الشيطان بقت حوالينا جمدة قوي لكن برضو أنا أفضل أقول لكم كل ما أقول لكم في خاخ الشيطان جمدة أقول لكم قوة ربنا ما فيش أقوى منها عشان يبقى معروف ما حدش يقول له ربنا تسيبني لوحد يقول لك لا يا حبيبي ده أنا دايما جنبك ده أنا في ظهر ارشن بس كده الصليب وجرب خلي عندك إيمان وجرب وخلي عندك إيمان خلي عندك نفسك تحت مشورة وتحت إرشاد تلاقي نفسك عارف تخرج من فخاخ إبليس هقول لكم يعني شوية أمثلة كتابية قبل ما ناخد كده إيه بعض أنواع من الفخاخ قدم وحوى أول مثال ودول لا كانوا لا بيهم ولا عليهم يعني كانوا عاشين مع بعض وكانوا في جنة عدن بيستمتعوا بحلاوة العشرة مع ربنا وكانوا بيتكلموا مع ربنا وياخدوا يده وكانوا في حياة بر وطهارة ما فيش زيها وبعدين ييجي بقى حسد إبليس ويبتدي الفخ بتاعها ويقول حوى وشهوة جميلة بتاعة الأكل وكسرت الواسط طبعا هي مش فكرة صمرة جميلة لكن طبعا لما قال لها تصيران مثل العلي الفكرة هنا مش بس في شكل التفاح الجميل إنما كمان لعب فكرها وقال لها أنتوا هتكونوا زي ربنا عارفين الخير والشر طبعا هنا كلمة عارفين يعني مختبرين والشر هنا هو كسر الوصية والتعدي وراح أول فخ وقعهم فيها قال لها أحقا قال لكم فخ الشك فخ الشك أحقا قال لكم فأول فخ إبليس وقع فيه الإنسان التشكك أحقا قال لكم هو فعلا ربنا قال لكم وخد على كده بقى إيه تشكك في وعود ربنا وتشكك في قوة الوصية وتشكك في وجود ربنا وتشكك في خلاصه وتشكك في عقدته حط بقى تشكك زي ما أنت إيه عايز أول لما فخ الشك دوت بيملك على دماغنا افهم أن أنت عمال يعني الحقيقة مش هتخلص تخلص بتخلص من دي تخش في دي نتشكك 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 وطبعا الشك لعكس الإيمان على طول وطبعا باين قوي ما بين تومة وما بين المسيح لما شك فقال له تعالى وكن إيه مؤمن كن مؤمن فالشك هو عكس الإيمان أول فخ كبير أول الشيطان وقعه فأبونا آدم كان فخ التشكك وطبعا جبع ديها بقى إيه التصيران مثل العلي وكله مش يجرلكوا حاجة خداع إلى آخره من فخ آدم وحوة ده نعرف فكر الشيطان إزاي بينصب لنا الفخ يحط جواك فكرة وقعه تاخد وتدي معها تاخد وتدي معها وبعدين يبتدي يخدع يبتدي يجدب يبتدي يقول لك ده أنت هتبقى مبسوط ده أنت هتبقى فرحان ده أنت هتبقى زي ربنا واخدين بالكم أفكار وقعدين نروح إيه يفصلنا خالص عن ربنا ونبقى وقعنا في الفخ أول فخ نخلي بالنا منه فخ التشكك تشكك في الإيمان النهاردة وصل الشك في وجود ربنا وناس كتير على مستوى العالم وفي بلدنا يقول لك ربنا إيه ربنا اللي أنتو بتعبدوه ده وفي حاجة اسمها ربنا وكل حاجة صدفة وكل حاجة جات من كده وكده ونشيله من حياتنا وخلاص وعيش حياتك بالطول والعرض طب والأبدية نتشكك في الأبدية طب والعقاب والنار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده نتشكك كمان في الإيه في الأبدية وفي النار وفي وجود العقاب طب نتشكك طب يا جماعة طب مثلا حكامة العزارة الحكيمات والجاهلات نتشكك كمان في كلام المسيح نتشكك كمان في الإنجيل طب صلي عشان ربنا يرحمك نتشكك كمان في الصلاة وفي الاستجابة فخ كبير قوي كل إنسان متشكت يفهم أنه واقع في فخ هيقوده لإيه مش عارفين تاني نوع من الفخاخ قبل ما نروح الفاصل بتاعنا وحرب مختلفة شوية عن حرب الشيطان اللي وقع فيها قايين وهبيل فخ الغيرة وفخ الحقد وفخ القراهية وده فخ برضو مش قليل صحيح إحنا معرفناش وما سمعناش أن الشيطان راح قال لقايين شوفها بيه لخق ربنا قبل منه ومش قبل منك أنت عام ما سمعناش دي في الكتاب المقدس إنما الفخ طلع بسبب معرفة الشر للإنسان ورسه ما إحنا نعبا بنقول هنا الإنسان وارث للخطية وطبعت وفسدت بمعرفة الشر ما ده اللي حصل في قايين الشر طلع من جواه فكر الغيرة والحقد والقراهية بقى شايف وقارن وده فخ برضو مش قليل إذا كان فخ التشكك دود فخ جبير كذلك الفخ اللي وقع فيه قايين لما بص الأخو وبص إن ربنا مدي أخو وبص إن ربنا قبل من أخو وبدل ما يقول أنا أصلح في نفسي وبدل ما يقول أنا أشوف ربنا مش مديني ليه أو بدل ما أقارن أو أعد أبص النحية التانية أصلح في نفسي رح عمل إيه رح قام على أخوه رح قام على أخوه ده فخ جبير قوي حبي ده فخ جبير قوي قادر إن هو يخلينا غير يعني قادرين أبدا أن نحيا في سلام ويمكن ربنا سابقين عبرة يقول له كل واحد هيشوفك مش هيبقى فيه سلام أبدا بينه وما بينك وعمرك ما يكون فيه سلام مع نفسك ليه يا قايين لأنك الغيرة جواك كبرت وقعت الفخ جامد قوي حقيقة أنت لو قعت نفسك فيه ففيه فخاخ بتطلع من جوان وبنمشي معاها مش داريانين إن إحنا اللي بنوقع في نفسنا في الحفر الغيرة فخ جبير بنغير نقوم على أخوتنا حتى لو إن أخوتك دول كانوا ظلمين أو حتى دول يمكن ربنا مديهم ما هو داريان بقلبهم سواء كان أخوك ده صح ولا غلط الحقيقة إحذر من فخ الغيرة ومن فخ المقارنة لأنها تولد جواك كراهية وتخليك تعمل أعمال كلها إسم تصل إلى الأتل طبعا محدش فينا يتمنى أو يوصل والأتل هنا مش معناه الأتل يعني بمسدس ولا بسكينة إنما أنت لما تجرح أخوك وتخصمه وتأزيه بأي شكل من الأشكال كل الكلام ده الحقيقة ما هو شر وإسم وفخ ابتدى منين من الغيرة ابتدى من المقارنة يا أحبائي إحنا في حرب دائمة كما نحن أيضا في نعمة دائمة والمسيح زي ما حذرنا زي ما قالنا هو زي أنا معكم أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو فإذا كان الشيطان بيحربك المسيح في ظهرك يديك نعمة افهم إن الفخ ده ممكن يكون على مستوى أفكارك على مستوى فضيلك حتى الروحية على مستوى الجسد وأفكار الجسد وشهوات الجسد أو على مستوى نفسيتك إنك تكون محبك أو يأسان أو حزين إلى آخر الشيطان فتا الحبال يجبها لك خطوة خطوة يقول لك شروح إزني يقول لك شروح إقتل يقول لك شروح إزأل إنما يحط لك فكرة صغيرة تجبر جواك تجبر جواك تلاقي نفسك إيه واقع في الكلام ده كله قولنا أكبر فخين لغاية دلوقتي فخ تشكك وفخ الغيرة اللي قدت أنك رايين يقتل هابيل وفخ التشكك اللي خلتنا كلنا نتشكك في الواصية وفي الإيمان إلى آخر هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع إحذر الفخ نستي 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 هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي نستي 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 هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي لما كنت صغير ليه أربعين يوم بتحديد خدني أهلي بفرحة بيه خدني أهلي بفرحة بيه لما كنت صغير ليه أربعين يوم بتحديد خدني أهلي بفرحة بيه عالكي نيسال التعمير شلي أبولا من رجليا وغطصني في جرن غوير كانت هي المعمودية وهي ليه ميلاد جديد كسي 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 هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي نستي 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 نبيت هي أمي هي سر فرح حياتي هيدة ربيت من صغير ليفيا جوه مدارس الأحد تفرح بيه وأفرح بيها أصل إيماني فيها زاد إسرافت من صغري فيها جوه مدارس الأحد تفرح بيه وأفرح بيها أصل إيماني فيها زاد أبني مبدي من تعلمها وأطاع كل إرشاد يا إلهي حافظ عليها واتدوم على مر الأوقات نسك 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 يا بي أهلا بيكم وبنكمل كلامنا مع إحذر الفخ الحقيقة الترتيلة اللي إحنا لسه كنا بنسمحها دلوقتي عن الكنيسة من أطبر الفخاخ اللي بنقع فيها هو إن الشيطان يبعدك عن الكنيسة ودي بقت سمة غلبة قوي وأنا الحقيقة قبل ما أتكلم معاكم في الفخ دوت محدش فيكو يفتكر إن أنا بدفع عن الكنيسة عشان أنا كاهن أو بدفع عن الكهنوت عشان أنا كاهن لا إنسوني خالص وإنسوا إن أنا كاهن وافتكر إن الكنيسة هي اللي إنت بتاخد فيها جسد المسيح ودم افتكر الكنيسة اللي إنت تعمدت فيها افتكر الكنيسة اللي إنت تجوزت فيها افتكر إن الكنيسة هي اللي بتروح فيها تسمع كلمة ربنا أكبر فخ من أكبر الفخاخ لما الشيطان يبعدك ويفصلك عن الكنيسة أنتوا عارفين أن الكنيسة دي دايماً قولت الكنيسة دي أمي واخدين بالكم فعلاً لأن إحنا مولودين من رحم الكنيسة المعمودية دي إيه واخدين بالكم المعمودية دي بنسميها يعني رحم الكنيسة الميلاد الثاني اللي بنتحد فيه بالمسيح وناخد طبيعة جديدة ويسكن فينا الروح والكدس ونتناوم من جسد المسيح من دمه ونقدم توبة واعتراف وتقدماتنا للكنيسة الكنيسة دي حاجة كبيرة أو دي مسكن الله بين من شعبه لو قرينا كده عهد قديم وعهد جديد نفهم شهوة ربنا أنه كان يتواجد في وسط شعبه وأنا أجتمع بك هناك تخير كان ربنا يقول لموسى الكلام دو فمن الفخاخ اللي بنقع فيها لما يبعدك عن الكنيسة وبعدك عن الكنيسة طبعا بسبب المشاكل كتير قوي أصلي محدش بيسأل علي أصلي أنا روحت هناك وبونا زعالي أصلي أنا روحت هناك والخادم عمل معايا الموقف الفلان أنا روحت هناك وخدام النظام تعبوني أنا روحت هناك وحطت عندك حاجات كتيرة قوي ممكن تكون أنت صح فيها مش هقولك أننا غلطان مش هقول أننا كلنا ملايكة جوة الكنيسة ما الكنيسة مستشفى ما الكنيسة مستشفى وكلنا بنسعى إلى خلاص نفوزنا كلنا رايحين أبونا اللي بيصلي الأداس والشماس اللي بيصلي معاه والخدام اللي بيخدمه هم دول يعني مش بشر وممكن يغلطه طب ما أنت بتغلط وإحنا كمان بنغلط وربنا بيخفل لنا كلنا بس ده عمره ما يكون مبرل لك أنك تبطل تروح الكنيسة ولو أنت حتى حصل حساسيات ده ما يمنعكش أن تروح حتى إن شاء الله تروح الكنيسة تاني احنا نشكر ربنا في مصر يعني تطلع من شارع يعني طبعا في مناطق فيها كنيسة واحدة وفي مناطق تانية مكتلة فيها كنيستين وفي بلاد برة في المهجر كل كام منطقة تلاقي فيها كنيسة واحدة فيه ناس مش لقيا كان يستروحها احنا نشكر ربنا اهو يعني كنيسة بتجاهد لأجل أن كل واحد يبقى ليه كنيسة في منطقته ونشكر ربنا خلاص اهو هانت علينا يعني كلنا بنرجع الكنيسة زي ما قدست البابا قال وهنرجع ونتناول ايه هو هتكون حاجة تبعدك عن الكنيسة جربنا كورونا وجربنا المشاكل بتاعت كورونا وجربنا ازاي لما الكنيسة اشتقنا للأداس أكبر حاجة وأهم حاجة في الكنيسة ده عمق الكنيسة ده وده الكنيسة فمن ضمن الفخاخ انك تبطل تروح الكنيسة تنقطع عن الكنيسة حتى لو انت عندك حق حتى لو انت مظلوم ده ما يمنعكش أبدا انك تروح تقابل المسيح لأن النهاردة عارفين لما بنربي ولادنا برا الكنيس لما بيكبروا بنلاقيهم دمخهم مش دماغ الكنيسة ولا فكرهم فكر الكنيسة ولا فكر المسيح هقول لكم سال بسيط قوي أنا كأب باعتراف لما يجي لي طفل صغير كده يا دوبك كده صغنطوت لسه ابتدي يقى ولا حاجة ربعة خمسة ستة ويبتدي يتعود يقعد مع ابونا يشكيله وياخد ويدي معاه وابونا بمحبة وبحنية ياخد ويدي معاه لما بيكبر الولد ده بيبقى متعود على قاعدة الاعتراف متعود انه هو يقدم توبة متعود ان هو يسأل ابونا في حاجة هو مش عارفها فلما يجبر كده ويبقى عنده خمستاشر سنة وعشرين سنة وتبتدي مشاكله تجبر وابوه امه ييجو مثلا يا ابونا فلان ابنك في الاعتراف عنده مشكلة لفلانية يتكلم معاه مش عارفين نقناعه مش عارفين ناخده ندي الولد اللي متعود يروح الكنيسة ومتعود يتناول ومتعود يشوف ابونا ومتعود يعود معاه لما ابونا بيعود معاه المشكلة بتتحل في خمس دقائق وبيبقى فهمه وممكن يقول لبابا ومامته لأ انتوا جيتوا عليه شوي أو يقول لهم طب نتكلم ونشوف حل المشكلة يعني عارف ناخده ندي نعمل لما بيكون شخص كبير وعمره ما دخل الكنيسة وعمره ما تربى جوه حضن الكنيسة ساعات مشاكله محدش بيعرف يحلها خالص وساعات بتبقى مشاكل صعبة جدا في نجاسة وفقدان يعني طهارة وا 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 الى آخره وساعدتها لانه تزرع في العالم وكان الاب والام مش داريانين انه هما لما يكونوا بعاد عن الكنيسة ابنهم هيطلع بعيد مراحل عن الكنيسة فخلص العالم بقى بيبقى أخذ طريقه جوه نفسه ومش بنعرف نحل حاجات كتيرة قوي فخ كبير البعد عن الكنيسة والبعد عن الأسرار التناول والاعتراف حتى لو انت يعني زعلان حقك علي حتى لو انت يعني واخد على خطرك ناس كتير تقول يا ابونا ما محدش بيسأل فينا روحوا انتوا واسألوا في المسيح طب زنبل ربنا ايه؟ رب انا غلطان يا عم انا غلطان يا سيدي وجيت علي انت تمنع نفسك عن النعمة تمنع نفسك عن حضن الكنيسة لا روحوا عاتم روحوا تكلم ولو غلطان فيش منع تقول انا آسف ولو مش غلطان ما تمنعش نفسك عن الكنيسة بس طبعا فيه توبة وفيه مقدمين بعضكم بعض في الكرامة فيه اعتبارات كتاب المقدس يقولك يعني تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم تعالوا بس تعالوا مش تبقعد ما كانك وعملتش تكي تعال ولو غلطان قول انا آسف ما تتكبرش ولو مش غلطان ومعاك الحق برضو روحوا تكلموا عاتم نما ما تعزلش نفسك عن النعمة ما تعزلش نفسك عن الكنيسة ده فخ كبير كبير قوي وساعات بياخد أشكال تبرير أصلا أنا عندي غيرة أصلا أنا عندي أصلي عمله أي انكات الأسباب لأول ما تلاقي نفسك بتبعد 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 ما بتروحش كنيسة خالص ما بتتناولش خالص ما بتعترفش خالص خلي بالك فخ البعد عن الكنيسة في فخ كمان مهمة قوي اسمه الغضب يعني صح اللي قالوا ده يعني صح اللي عملوا ده يعني وتقعد غضبان 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 طب حبيبي يعني ده ربنا متماهل على العالم كل عندك حق ممكن تكون انت في كلامك صح بس مش عندك حق انك تفضل غضبان حتى كده يقولك ايه يختبه ولا تخطئه وهنا يقصد طبعا ايه مشاعر الغضب انما مش الغلط اللي بيحصل من نتيجة الغضب وده انا بقوله بعض على طول الكنيسة لان ممكن يحصل ممكن يحصل غضب يخليك تبعد عن الكنيسة خلي بالك احنا محنش ملايكة احنا بشر وزي ما انت بتغلط انا ككاهن ممكن اغلط انما ده ما يمنعكش ابدا عن الكنيسة ولا يفقدك ابدا ثقة في كل الكهنة ولا ثقة في الكنيسة لا احذر احذر الفخ البعد عن الكنيسة او احذر ايه الغضب فخ كمان بقى ساعات الشيطان يوقعنا فيه اسمه فخ انت لوحدك فخ اسمه ايه انت لوحدك يجيبها لك كده اقولك او ربنا سايبك او ربنا عملك ايه ما انت بتعافر في الدنيا لوحدك ما انت منت منت من يععد كده هوة الشيطان عمال يجيبك يمين وشمال عشان يقولك ربنا سايبك وتصدقه وتقف قدام ربنا تقف في فخ تاني تخاصم فيه ربنا تصدقه لما الانسان يقف قدام ربنا مصدر حياته ومصدر سلامه احنا الهنا ده نقوله يا ملك السلام فلما بتبعد عن ملك السلام بتفقد طبعا سلامك وبتفقد رقائك عشان كده بوليس يقول كتير لان كثيرك منكم ايه مرضى فيهم اصقام ساعة تروح تلاقي واحد ما فيوش حاجة بس عنده شعور المرض بيتمارض من كتر الحزن ومن كتر الكآبة ومن كتر شلي الهم تقوله بس كلمة تلاقي بركان فار فاقت سلامه فاقت سلامه حس ان هو الوحده حس ان هو متطهد حس ان محدش طب ما انت تراجع نفسك قصدي انا اللي عرفه ان الهنا هو زا انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر ده اللي نعرفه عن الهي و الهنا يعني الهنا كلنا ربانا يسوع المسيح الله الاب وابنه الوحيد والروح الكدس معاكم هو زا انا معكم كل الايام لا اترك ولا اهملكم تعالوا الي ادعوني فانقذك وقت تضيك فتمجدني ده اللي انا عرفه عن الهي لكن انت بقى لو انت عندك فكرة تانية عن ربنا انه سايبك راجع نفسك يمكن انت اللي سايبه ومع ذلك هو واقف مستنيك فهو من ناحيته هو لا اهملك ولا اتركك اكشتكم على كافي حرب بقت جامدة قوي كلمة انت الوحدة دي لان الوحد اسمعي اقولك اصلا ربنا سيبني انا حاس ان انا الوحدي احساسك يا اما احساس مش حقيقي يا اما انت عامل عاملة وفي خطية كبيرة فاصلة ما بينك وما بين ربنا وطبعا ايد شركة للنور مع الظلم يعني صح يا ابونا ان انا ممكن اشعر بكده اقولك اه ممكن تشعر بكده يكون شعرك ده حقيقي بس مش ربنا اللي سايبك يعني ما ينفعش الابن الضال اللي قال لابوه اعطيني نصيبي ومشي يقول لابونا سابني ابويا سابني يقول لأ يا حبيبي انت مشت بقردتك ومع ذلك وقف مستنيك فاحيانا لما بنشعر ان ربنا سايبنا يا اما تبقى حرب حقيقية عايز يفصلك عن ربنا ويحسسك ان انت لوحدك وسعدها انت تقوله ايه يعني يعني اللهم اخذيك كده يا اشتان لأ انا ربنا ما بيسبنيش انا ربنا واقف معايا تلو الدنيا كلها سابتني هو الاقرب اليه وساعات تانية تبقى بس محتاج تراجع نفسك محتاج توبة حقيقية محتاج تقوله انا اخطأت اليك اخطأت اليك سمحني وطهرني وقبلني قاعدة اعتراف بسيطة تساعدك قوي ساعات الناس كتير يعني بنقعد بالسنين ما بنعترفش مش عارف ليه وساعات نحط مبررات اني يعني وابونا ابو اعتراف ديفا ما احسن مني ناس كبيرة ممكن تقول الكلام دول دانا 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 بدلس في مدرس الاحد دانا 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 انتو عارفين يعني يحكي عن ابونا مخيل ابراهيم وفي كنيسة مريمورق الشبرة كنيسة جميلة ربنا كلنا فيها ونسمع ان كان يجيله اباء ابونا بشوي كامل كان ممكن يجيله يقعد معاهم اسكندري ونسمع عن البترك البابا شنودة لما كان اسقف للتعليم كان يجيله ويقعد ويتكلمه محدش كبير على الاعتراف محدش كبير على التوبة عمر ما كان ده ابدا فكر الاكبر الاباء في كنيسة فاحذر انك تشعر او انك تملك عليك شعور ان انت لوحدك ثلاث فخاخ كبار اوي قلناهم دلوقتي قلنا فخ بعدك عن الكنيسة ايا كان المبرر ايا كان السبب لا اه متخليش حاجة تبعدك ابدا عن الكنيسة وعن النعمة الغضب اليما تملك عليك وخليك تخطئ كتير في حق الناس وتخطئ في حق ربنا وتخطئ حق الكنيسة قلنا كمان في فخ كبير جدا اسمه انت لوحدك نقول لا اه انا مش لوحدي انا معايا ربنا في كل الايام وفي كل الاحوال ولو انا اللي تركته باب ربنا دايما مفتوح بالتوبة وبالاعتراف وبالتناول نرجع نعترف ونتوب عمرك ما تحس ان انت لوحدك ناخد فاصل ونرجع نكمل كلام اشتركوا في القناة قّرها فاصل ذاك ليل آلام ربي ليل آلام ربي أخذ كهسا وشقر وقل دمي وقل 这 دمي لولانا أصقال من خمرات الحب فدانا أحيانا ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي هذا غذاء الروح وضميت القروح عابره يفوح في هيكل الرابي في هيكل الرابي ساد عشاء العريس قدمة للعروس وراته بالفردوس لحافظ العهدي لحافظ العهدي لولانا أصقال أهلا بكم وبنكمل كلامنا مع إحذر الفخ جالنا شوية أسئلة لطيفة أحب ناخد كده قبل ما نكمل الكلام وحضروا نفسكم في التفكير في الفخ اللي جاي كده هوت اسمه فخ التأجيل عارفينه فخ الايه فخ التأجيل وحد بيقول لو انا عملت خطيئة وقلت لأبونا حللني بس ما ذكرتش الخطيئة دي هل كده ربنا يخفلها لي الأفضل ان انت تخرج كل اللي جوا قلبك الأفضل عشان تبقى انت مرتاح وتقعش في سؤال زي كده يبقى عندك تشكك ربنا يخفل لنا كلنا أبونا لما بيرانا التحليل يمكننا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم مجزع القلب الكل أو بالفعل فهو أبونا بيصلي لأجل الخطايا اللي احنا تايبين عليها فعلا جوا قلبك لكن لو مخبي حاجة ما تفتكرش أبونا هتيجي كده وتعدي عليه لأن لو عدت على أبونا مش هتعدي على ربنا أبونا مش داري بقلوبنا إنما مين اللي داري بقلوبنا هو ربنا فأبونا لما بيحط الصليب على رأسنا أو بيصلي الأداس قلنا كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم جزع القلب بالكل أو بالفعل أو بصغر القلب فإسفحك إلى آخره هو طبعا كل خطية في قلبك انت تايب عليها وقلتها الأبونا حتى لو انت نسيها بس تايب عليها بس لو افتكرت تروح وتتكلم لألا يكون ليها ديول إحنا لما بنتكلم أبونا ساعة يديلنا حلول ويديلنا مشاكل آسف يديلنا حلول وطرق نحل بيها مشاكل معنا سؤال من عبد المسيح أهلا بيك يا عبد المسيح نقبل أيديكم الطهرة يا أبي أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك معلش يا أبي كان ليه سؤال في الفترة اللي فاتت أما يعني أما كنت في الدراسة يعني مثلا أما سن سن سنوي أو 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 أواقل جامعة كده ساقت في خطيه الخطيه دي اعترفت بيها وخلاص يعني أعترفت بيها كذة مرة يعني كذة مرة ترجع لقب أعترافي بقول للخطيه اللي أنا عملتها ديت لسه الآن ولسه يعني متعبني شوية الفترة دي تبتدت الفكرة نفسها انت عملت الخطيئة دي قبل كده انت صعب ان انت تتخدم في الكنيسة وانت عملها كده شؤالك جميل يا عبد المسيح وده فخ اللي انت بتقول عليه ده فخ الشيطان بيوقعنا فيه يجيب اللي احنا عملناه قبل كده وتبنى عليه وتبنى توبة حقيقية ويجيبهوه لك عشان يفضل ربطك بالخطيئة لا افرح بالمغفران يا عبد المسيح لازم نفرح بالغفران يا احبائي ما تخلي اصل الشيطان ده اصله صعب ده فخ اللي انت واقع فيه دفخ انه يعوق نموك الروح ويعوق تقدمتك ازاي هتصلي انت ناسي انت عملت ايه ازاي هتروح وتتناول انت ناسي انت عملت ايه ازاي هتروح وتقابل ابونا تاني بعد ما قلت له على اللي انت عملته ويشككك ويعود يجيب لك عشان يبعدك 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 لا تخدم وتروح خدمتك وتصلي وتتناول مدام بقلوب تايبة وبنفوس فيها جهاد اوعى تخلي حاجة عملتها زمان وتبت عليها تعوق نموك الروح فانت مدام اعترفت عليها وتايب وتركت الطرق الرضيئة خلاص ما انت خليش شطان يحفل لك فخ عشان يبعدك واخدين بالك والسؤال كان بيقول ايه ربنا يحفظك يا عبد المسيح من الفخ دوت لان هو عمال يقولك ايه بلاش تغدم طب ازاي تتوقفت صال عمال يبعدك اهو هو ده اللي احنا بنقوله خلي بالكم لا مدام حاجة وتبنى عليها خلاص تخليش شطان يقعد يقلب في القديم لا لا تشمتي بي عدوتي فان سقط ايه اقوم خلاص ما فيش داعي للشماتة اذا كان ربنا غفر واطرح خطياكم في بحر النسيان مدام طبعا ايه تايمين اهلا بيكي منال ناخد بركة من قدسك اهلا بيك يا منال تحت امر انا كامة مهملة كان ام صغيرة عن 12 سنة توفى فجأة مش بكرون بس انا كنت فاكرة حيث يصبح يرجع بيته فهل انا كقومة كنت بقى باشي رأى بس انايات في السوق والعيان والصوم كل ده 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 14 سوق لسهد فهل ايه اهلا بيكي اهلا بيكي ولا هعيش بالزنبو كده لا لا يا مدام منال ربنا يعزيكي طبعا تجربة صعبة خالص ربنا يعينك انا لو ما كانت يمكن ممكن اكون منهار اكتر منك ربنا يعينك ويحميكي بوسي اللي بيسامح ويخفر هو ربنا ابنك جميل عريس جميل في السماء فرحان بالملايكة والقدسين ونصلي ان ربنا ينيح نفسه في الدوس النعيم فابنك في حالة افضل كتيرة جدا من على الارض احنا ممكن نكون اهملنا او ما اهملناش ساعات اسمع السؤال دوت من حد مثلا كان ساب ابوك مسن او امه وسافر وهاجر بس هو الموت حتمي علينا كلنا وربنا هو اللي بيسامح حتى لو انتي كنت مؤثرة فعلا ومش بتبلغي باحساسك دوت انا مش عايزك تعيش بالزم اللي بيشيل الزم هو ربنا وابنك فرحان في السماء واللي فرحان في السماء ما بيقاش جواه اي مشاعر غضب تعارفين كده ولا مش عارفين كده محدش فينا يكون في السماء وجواه مشاعر غضب او مشاعر كراهية ما كانش دخلها ما كانش دخلها كل ابقنا واخواتنا اللي بيرحلوا عننا بيلبسوا اللباس البر عشان كده يقول لك ايه يا المساح الرب كل دمعة من عيونهم ولا يكون حزن خذين بالكم فالنفوس في السماء بتبقى فيه سلام كامل مية في المية لا عندهم غضب ولا عندهم كراهية انما مين اللي سامح هو ربنا فلو احنا كنا غلطنا اه بنقدم توبة وبنتعلم انما ما تعيشيش ابدا كده شايلة الزم بداي يجيب لك اكتئاب ويجيب لك حزن ويخليكيش تعرفي تسلي روحي الكنيسة واذكري ابنك دايما في كل القدسات اللي تحضريها وتناولي ونتعلم الدرس وكل عندك سلام مع نفسك حتى لو كنا غلطانين القوة المخفرة يا احبائي قوة الغفران مش قليلة قوة الغفران مش قليلة اهلا بيك يا اساس فكتور اهلا بيك سلام والسابون سلام بس في حاجة اسمها حسد اه هقولك حاضر في حسد الشيطان طبعا اه طبعا احنا بنصلي في صلاة الشكر قول ايه ارفع عننا رب من كل حسد ومن كل تجربة اه بس مش الحسد اللي الناس فهماه يعني ساعات بنشوف كده هو تأفلامه ومسرحياته وافكار وكده واحد يبص لحده تقع واحد يقر على حد يحصل له مشكلة لا احنا كبشر غير قادرين على ان احنا يعني نعمل الكلام ده انما فيه مشاعر الحسد انما طبعا الشيطان له تأثير في هذا الكلام عشان كده في صلاة الشكر نقول من كل حسد ومن كل تجربة حسد الشيطان يقول لك يا سلام ده ربنا ده انبركو يا سلام ده ربنا ده ده مشاعر غلط ان احنا ايه نعملها انما زي ما بقولك في فخل الشيطان دايما في دايما ايه قوة المسيح علامة الصليب دي مش قليلة علامة الصليب دي مش قليلة سؤال بيقول لو كنت مطلع عشورة عشان اوديها كنيسة الملاك فروحت حطيتها في كنيسة تانية هل ده صح ولا غلط الحقيقة احنا عندنا يعني بعض الاعتيادات في الكلام احنا العشور بنقدمها لربنا صحيح بنحب القدسين وبنحب الملايكة وكل هذا الكلام وبنتبارك من كنيسهم وفي عشرة بس العشور في الاول وفي الاخر دي تقدمتك لربنا باسم الملاك مخايل باسم الستة العدرة باسم ماري جرجس باسم ماري مينة باسم البابا كرولوس كلهم حبيبنا ونطلب عنهم ان هما يصلون بس طبعا تقدمتنا يعني زي ما بنصلي في وشية القرابين مش كده الذين يقربونا كرامة ومجدا لاسمك القدوس اقبلها اليك على مسبحك المقدس والذين قدموا لك في هذا اليوم اعطيهم كل الكلام ده كله فاحنا العشور بنقدمها يعني تقدمها مننا للربنا ادهولنا من يدك اعطيناك لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك في فخ كمان قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا فخ التأجيل مش دلوقتي بعدين هروح بكرة لدرجة في ناس في فترات الكورونا دي ونشكر ربنا ان خلاص الكنيس هتتفتح فخ التأجيل اللي هو ناس قالت يا بونا ده انا كان من قبل ما الكنيس تقفر كان بقى لي شهر ياريتني كنت رحت وفيه اللي مرة قال ده انا كنت ناوي انزل الكنيس قفلت يوم السبت كان يوم سبت 21 مارس في القاهرة هنا فقال لك ده انا كنت راح القدس ده وراحت علي نومة ياريتني كنت راح كان نفس اعترف وما اعترفتش فربنا علمنا درسي كبير قوي قال لك في وقت قال لك الباب تقفل قد اغلق الباب عارفين ام تتقلت دي في مزهل عذرة الحاكمات والجهلات والعذرة الجهلات كانوا عارفين ربنا بس كانوا متكاسلين احذر من فخ التأجيل اليوم يوم توبة صلي فيه كل يوم وبنقدم فيه توبة ولما يجي معاد اعترفنا او محتاجين نعترف نروح ونعترف قدسنا الاسبوعي زي ما يعني ربنا يسمح لنا ونتناول فيه سؤال جاي لنا بخصوص موضوع الكورونا والتناول الى اخره الاعداد انا عايز اقول لكم فخ تاني بنقع فيه اسمه فخ شمعنى حيكون نتكلمنا فيه المرة اللي فات ايه فخ شمعنى ده فخ شمعنى ده اللي هو شمعنى ده تناول وشمعنى ده ما تناولش وتناول اكتر مني وده تناول اقل مني حاجات زي كده هو تبصوا حبيبي المناولة مش بالعدد المناولة مش بتكرارها يعني لو رحت تناولت بقلب تايب حسب ما الظروف بتسمح مرة كل فترة فيه كنايس كتيرة حتى نظام بتقول احنا محدش هيتناول مرتين غير لما كل الناس تتناول بس مش هنقدر نتناول كلنا مرة واحدة فيه ترتيب فيه حسب لان فيه اعداد وفيه مساحات غزبا عننا كلنا مش احسن حاجة ان بيقعوا تفتكروا يكونوا مثلا فاهمين ان اللي بيخدموا في الكنيسة كهنة او خدام فرحانين ان الكنيسة فاضية احنا كنا بنحفي ورا الناس عشان يجوا تفتكروش ان دي حاجة سهل علينا ان ابونا الناس تكلموا عايزين نتناول عايزين نتناول هو مش بييده حاجة ابونا اذا كان كهن او ابونا اسقف او ابونا البترك دي حاجة مش سهل علينا كلنا لان احنا احنا اللي بندعو الناس انها تيكي واحنا نفسنا ان كل الناس تيكي واحنا اللي بنجري ورا الناس عشان يجوا ويتناولوا ويحضروا القدس لكن المناولة مش بقطرها المناولة مش بقطرها المناولة بالقلب اللي مليان ايمان ومليان توبة فمنولة واحدة كل فترة كفاية جميلة باركة ده جسد المسيح مش بقطره واخدين بالكم فاحنا بلاش مرضش معنا كله هيجي على الدور حسب الاباء وحسب ترتيبات الكنيس وحسب مسحات الكنيس نصبر وبنصلي في بيوتنا وربنا يدينا نعمة ويخفر لينا خطيانا ويقبالنا اليه اخر سؤال بيقول لنا لو انا نسيت خطيئة اعترف بيها لكن اعترف بيها في الصلاة احنا كنا جوابنا على السؤال ده قبل كده الاعتراف زي محطته الكنيسة للأب المعرف حتى اسمه كده الأب يعني ايه يعني اللي بياخد اعترافات وعشان هو اعتراف لازم تكون قاعدة الكل بنتوب في الصلاة اه بنتوب في الصلاة انما كلمة الاعتراف مقصود بيها سر التوبة والاعتراف مقصود بيها للأب الكه وساعات تبقى بإجاز يعني ساعات ناس من محبتها وتقواها ما ترداش تتكلم كتير ودي حاجة كويسة يعني تخش الابونا يا ابونا اخطيت واحد اتنين تلات اربعة خمسة اخطيت يا ابونا حللني ابونا يقول عبدك ايه وضعفي ربنا يدينا نعمة كلنا احذروا من فخاخ ابليس احذروا من فخاخ ابليس المنصوبة لنا قوة ربنا مستديم لنا دايما موجودة ومعونتو تخلينا ايه ندوس على الشيطان ونفرح بالنصرة وبالغلبة وبقوة وفران المسيح كل سنة وحضراتكم طيبين ربنا يدينا نعمة وبركة للهنا كل مجد وكرمة من الان الى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة